بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات تخصص فني معامل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة اليوم هي ثالث حلقات مادة المايكروبيولوجي المقررة على تخصص فني معامل احنا أخذنا قبل كده تعريف علم المايكروبيولوجي قلنا هو العلم الذي يختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة من حيث صفاتها وأشكالها ووظائفها واخذنا مراحل تطور علم المايكروبيولوجي وأهم العلماء اللي سهموا في تطور هذا العلم خذنا منهم العالم أنتوني فان ليفن هوك والعالم لويس باستير والعالم روبرت كوخ وعرفنا يعني نظرية التوالد الزاتي وقلنا نظرية التوالد الزاتي هي الاعتقاد بأن الكائنات الحية الدقيقة توجد في الأوساط بدون أصل حي وده طبعا نظرية خاطئة واللي هدمها العالم لويس باستير وبعد كده تطرقنا إلى أهمية الكائنات الحية الدقيقة الأهمية الاقتصادية لما قولك يعني هي أهمية اقتصادية مقصود بيها أن أنا بعرف المنافع والأضرار واخذنا منافع كتيرة جدا للكائنات الحية الدقيقة واخذنا أيضا الأضرار اللي بتسببها وبعد كده تطرقنا إلى أهم المجاميع اللي هندرسها في الكائنات الحية الدقيقة اخذنا أول مجموعة عندنا من الكائنات الحية الدقيقة اللي هي البكتيريا اخذنا تعريف البكتيريا واخذنا أشكال البكتيريا اللي هي الشكل الكاروي والعصوي والحلزوني واخذنا مثال لكل شكل اللي قلتلكه الكاروي زي جنس المايكرو كوكاس سواء كان كاروي مفرد أو في أزواج أو في سلاسل أو في تجمعات أو في عنقيد والعصوي إما أن يكون عصوي قصير أو عصوي طويل زي جنس باسيلس والحلزوني اللي هو بيسبب مرض الكوليرا زي جنس الفيبريو وبعد كده خذنا أنواع الحركة في البكتيريا قلنا حركة بالأصوات وحركة انزلاقية وحركة صعبانية وبعد كده تطرقنا إلى دراسة التركيب الداخلي للخلية البكتيرية وقلت لكم أن الخلية البكتيرية تتركب من الطبقة الهلامية أو العلبة أو الكابسولة أو الطبقة الخارجية والجدار الخلوي وثم يعقبه أو يليه الغشاء البلازمي ثم المادة النووية وقلت مادة نووية ما قلتش نواه لأنه البكتيريا كائنات حية بدائية النواه أو غير حقيقية النواه تمتاز بسرعة تكاثرها بالانقسام الصناعي البسيط وقدرتها على تحليل المواد العضوية طبعا لا ترى إلا بالميكروسكوب ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتمتاز بالانقسام الصناعي البسيط زي ما أنا قلت لكم وليه قلنا عليها بداية النواه لأنه ليس لها غشاء نووي ليس لها غشاء نووي وبعدين في جراسيم داخلية وأعضاء مخزنة بعد كده قسمنا البكتيريا إلى قسمين على حسب احتياجاتها من الكربون والطاقة قلنا بكتيريا ذاتية التغذية وبكتيريا غير ذاتية التغذية اللي هي هيتيروتروفيك وأوتوتروفيك أو هيتيروتروفية وأوتوتروفية أو عضوية التغذية ومعدنية التغذية قلها زي ما أنت عايز المهم تبقى عارف أمثلة لكل نوع بعد كده تتركنا لدراسة تاني قسم من أقسام الكائنات الحياة الدقيقة اللي هو الفطريات وعرفنا تعرف الفطريات كائنات حياة دقيقة وحدة الخلية أو عديدة الخلية لا ترى بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بالميكروسكوب الضوئي تعيش متطفلة على كائنات أخرى لأنها لا تحتوي على صبغة الكولوروفيل ولا تستطيع أن تجهز غذائها بنفسها وخدنا الأهمية الاقتصادية للفطريات بضل المنافع والأضرار وبعد كده خدنا تركيب خليط الفطر قلنا جدار خلوي والسيتوبلازم بما يحتويه والحبيبات المخزنة والنواة وبعد كده خدنا تقسيم الفطريات على حسب طريقة تطفلها على النبات خدنا إجبارية التطفل وخدنا إجبارية الترمم واختيارية التطفل واختيارية الترمم وبعد كده خدنا مثال مهم جدا لتقسيم الفطريات على حسب طريقة تكاثرها الجنسي قلنا فطريات بيضية زي الفطريات اللي هي بتسبب البعض الزغبي وقلنا فطريات زيجية زي الفطريات اللي هي عفن الخبز اللي بتسبب العفان وقلنا فطريات أسكية زي الفطريات اللي بتسبب أمراض البعض الدقيقي وفطريات بازدية زي الفطريات اللي بتسبب امراض التفاحمات والاصداء والفطريات الناقصة وسمناها لناقصة لانه لم يعرف لها طور تكاثر جنسي وقلنا دي اللي هي الفطريات اللي بتسبب اللفحات والزبول وخدنا مثال مهم جدا على فطر مهم جدا في التربة الزراعية للنبات يعيش مع النبات معيش التبادل المنفعة اللي هو فطريات المايكورايزا وقسمناها لقسمين مايكورايزا داخلية ومايكورايزا خارجية وقلتلكوا انا فوايد المايكورايزا وبعد كده دراسنا او تطرقنا لدراسة التحالب وقلنا هي كائنات حية مائية يعني بتعيش في المية وحيدة الخلية او عديدة الخلايا بتمتاز باحتواءها على صبغة الكلوروفيل وهي قيامها بعملية البناء اللي هي الضوئي وقلنا لها تقسيم الفطريات على حسب اللون التحالب ايسف على حسب اللون تحالب بنية وخضراء وصفراء اللي هي دياتومات وخضراء مزرقة اللي هي بتكون بعملية البناء الضوئي اللي احنا بالاشتراك مع جزر النباتات الناجلية اللي احنا بنسميها مجازا او اختصارا السيان وبكتيريا وبعد كده خدنا الاهمية الاقتصادية للتحالب برضو المنافع والاضرار وبعد كده تطرقنا لدراسة الفيروسات اللي هي حديث الساعة قلتلكوا الفيروسات جسيمات جسم الفيروس بتكون من جزئين اللي هو الغلاف النووي او الغلاف الخارجي والحامض النووي غلاف بروتيني وحامض نووي الحامض النووي قد يكون ريبوز اللي هو الارين ايه او قد يكون دي اكسي ريبوز اللي هو الدي ان ايه يعني الفيروس جسمه كله بتكون من حاجتين غلاف بروتيني وحامض ايه نووي اجبار التطفل يعني لا يعيش إلا داخل جسم كائن حي وقسمنا الفيروسات لثلاث أقسام على حسب طبيعة العقل اللي بتصيبه وقلنا فيه فيروسات نباتية زي الفيروس المسبب لتورد القمة في اللموز مثلا وفيروسات حيوانية وفيروسات نباتية أو الفيروسات اللي بتصيب الإنسان والحيوان والنبات وفيه فيروسات بتصيب الكائنات الحية الدقيقة اللي احنا بنقول عليها لا قيمات الكائنات الحية الدقيقة وقسمتها لكل ثلاث أقسام اللي بتصيب البكتيريا سميناها البكتيريوفاج واللي بتصيب الفطريات سميناها المايكوفاج واللي بتصيب الطحالب سميناها السيانوفان وعرفنا الأهمية الاقتصادية للفيروسات سواء كانت من حيث النفع أو من حيث الضرر وبعد كده طارقنا إلى دراسة البروتوزوة أو الحيوانات الأولية وعرفنا عن حيوانات أولية وقسمنا الحيوانات الأولية إلى أربع أقسام مختلفة على حسب طبيعة الحركة قلنا الجرسميات قلنا الصوتيات قلنا زوات الأقدام الكاذبة وكل دي قلنا لكم مثال على كل واحدة فيهم وبعد كده خدنا برضو الأهمية الاقتصادية للبروتوزوة وبعد ما خلصنا المجاميع الخامسة اللي عندنا تطرقنا لدرس مهم جداً اللي هو درس التعقيم وعرفنا يعني تعقيم وعرفنا أغراض التعقيم وطرق التعقيم والطول كتلاتة الطرق الفيزيائية اللي بتشمل الحرارة والإشعاع والطرق الكيموية اللي بتشمل الكيمويات المختلفة والنوع التالت اللي هي الطرق الميكانيكية اللي هي بتشمل استخدام المرشحات وخدنا جهزة التعقيم كلها وبعد كده الدرس الأخير اللي احنا كنا شرحناه اللي هو البيئات الغذائية قلنا هي مواد عضوية أو غير عضوية تستخدم في تنمية وأكسار الكينات الحية الدقيقة وقلت لكم الشروط الواجب توفرها في البيئات الغذائية وقلنا تقسيم البيئات الغذائية على حسب طبيعة تركيبها الكيموي قلنا في بيئات طبيعية وفي بيئات كيميائية أو بيئات كيموية وقلنا البيئات الكيميائية أو البيئات الكيموية دي بتنقسم لقسمين بيئات محددة التركيب الكيموي وبيئات غير محددة التركيب الكيموي وقسمنا لكم برضو البيئات الغذائية إلى قسمين على حسب طبيعة القوام قلنا في بيئات سائلة زي بيئة لبن عباد الشمس أو بيئات صلبة زي بيئة الجيلاتين أو بيئة الأجار المغزي تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم وحناخد فيها مايكروبيولوجيا التربة تعالوا نعرف يعني مايكروبيولوجيا التربة وايه هي الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة اول حاجة هناخدها اللي هو تركيب التربة الزراعية التربة الزراعية بتتكون من خمس مكونات رئيسية اول حاجة المادة المعدنية او بنقول علي الجزء المعدني وبعدين محلول التربة اللي احنا بنسميه ماء التربة او الماء الارضي وبعدين الهواء الارضي وبعدين المادة العضوية وبعدين الكائنات الحية الدقيقة حناخدهم واحدة واحدة بالتفصيل اللي هو جزء المعدني بيشمل على ايه بيشمل على حبيبات بتكون مختلفة الاشكال والاحجام بيمكن تمييزها بالعين فيه منها بيمكن تمييزه بالعين المجردة وفيه نوع اخر لا يمكن تمييزه الا بالميكروسكوب فيه منها بتشمل بقى الحصة والزلط وبتكون اقترها بتتجاوز الاتنين ملي والرامل والسلت والطين النوع التاني او جزء التاني من مكونات التربة اللي هو المادة العضوية بتشمل ايه المادة العضوية بتشمل الدبال والدبال زي ما اتعرفوا بعد شوية مهم جدا جدا لانه ليه دور اساسي في زيادة خصوبة التربة بيكون عبارة عن ايه او محصلة لعمليتين حيويتين بتكون بهم مايكروبات التربة هي عملية تحليل المواد العضوية وايضا تخليق مركبات عضوية جديدة داخل اجسامها يعني عملية تحليل للمادة العضوية وتخليق خلايا جديدة داخل اجسامها جزء التالت من مكونات التربة اللي هو الماء الارض الماء الارضي باختصار شديد جدا ركزوا بقى معايا فيه بيشمل على تلات انواع النوع الاول او نوعين في الاول النوع الاول بنقول عليه ماء ميسر وماء غير ميسر يعني ايه ميسر ويعني ايه غير ميسر الميسر يعني بيبقى فيه تناول امتصاص جزور النبات والنبات بيستطيع ان هو يستفيد منه النوع الغير ميسر النبات لا يستفيد منه مطلقا حتى لو كان موجود في التربة طيب النوع الغير ميسر بيشمل على الماء الهاجروسكوبي وده بيكون ممسوك بقوة جذب شديدة جدا على حبيبات التربة لا يستطيع النبات ان يستفيد منه وده بيبقى موجود في حالة الجفاف عموما او في حالة عطش النباتات النوع برضو الغير ميسر للنبات اللي هو الماء الحر او بنسميه الماء الصرف اللي هو بعد عملية صرف الارض بعد عملية الرأي النماء الماء او النوع الميسر لامتصاص النبات واللي بيستفيد منه النبات هما نوعين اسمه الماء الاسموزي او بنقول عليه الماء الشعري بعد كده الجزء الرابع اللي هو الهواء الارضي بيشغل حوالي خمسين في المية من الحجم الكل لحبيبات التربة يعني التربة بيكون نصها حبيبات صلبة والنص التاني فراغات بتملأ هذه الفراغات بالهواء الارضي طبعا انتوا عارفين ان الهواء الارضي بيكون مختلف في التركيب عن الهواء الجوي الهواء الارضي بيكون فيه نسبة عالية من ثاني اكسيد الكربون عن الهواء الارضي نتيجة التنفس لجزور النباتية النوع الخامس اللي هو الكائنات الحياة الدقيقة بتشغل حوالي واحد في المية من تركيب التربة الزراعية هناخد بعد كده مايكروبيولوجيا التربة والمايكروبات ودورها في دورة الكربون تعرفين انه الكربون بيعتبر احد العناصر المهمة للاحياء عموما سواء كان كائنات حية حيوانية او كائنات حية نباتية ليه؟ لانه هو اساس تركيب الخلية وبتصل نسبته فيه الانسجة النباتية والخلايا الميكروبية من 40% ل50% من وزنها الجاف بتحصل عليه من ثاني اكسيد الكربون اللي بيتحول الى الصورة العضوية بفعل الكائنات ذاتية التغذية الكنات ذاتية التغذية اللي هي مين؟ اللي هي بتمد الكون ده كله بالغذاء اللي هي النباتات الراقية التي تستطيع ان تقوم بعملية التمثيل الضوئي او بنقول عليه الفوتو سينسيز او عملية البناء اللي ايه؟ الضوئي نظرا لاحتواءها على صبغة الكلوروفيل او بنقول عليها البلاستيدات الخضراء فبتحول ثاني اكسيد الكربون في وجود الماء على الصفائح الجرامة او بنقول عليها الصفائح الجرامة او اللي هي البلاستيدات الخضراء بتحوله في وجود الضوء الى C6H12O6 اللي احنا بنقول عليه سكر الجلوكوز او بداية تكوين للكربوهايدرات زاد اكسوجين زاد الطاقة يبقى انا عندي النبات حافظ على نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي موجودة في الغلاف الجوي اللي هي لا تزيد عن ثلاثة من مية في المية لو زادتها عن كده يحصل مشكلة كبيرة جدا وقد يؤدي الى سقب في طاقة الاوزون اللي بتحمينا من الاشعة الكونية وقد يؤدي ايضا الى اختناق والكائنات الحية اللي هي صعوبة التنفس وبتحافظ على نسبة الاكسوجين في الغلاف الجوي ايضا اللي هي بتقدر بحوالي واحد وعشرين وسبعة من عشرة في المية يبقى عملية البناء الضوية عملية مهمة جدا هي اصل الحياة هي بداية تكوين اول غزاء على الكون يعني النبات هو اللي بيمدنا او بيمد كل الكائنات دي بالغزاء لان هو بيعمل بناء ضوية النبات قد الانسان قد يتناول النبات مباشرة اللي هو الناس اللي بنوع على النباتية التغذية او الحيوان يبدأ ان هو يتغذى عليه وبالتالي يبدأ الانسان بعد كده يتناول اللحوم ومنتجات الحيوان زي الألبان والبيض والحاجات دي وبالتالي بتمر في سلسلة بنقول عليها الفوتشين او السلسلة الغزائية تعالوا بقى ناخد تقسيم المادة العضوية الموجودة في النبات انا عندي اكتر من قسم ليه المادة العضوية اللي هو السليلوز بيكون او بيكون حوالي من 15 ل 60 في المية من الوزن الجاف الهيمي سليلوز من 10 ل 30 في المية مادة بنقول عليها المادة اللحمة او بسموها اللجنين من 5 ل 30 في المية وفيه عندي اربعة المكونات الزائبة في الماء زي السكريات والاحماض الامنية ودي نسبتها من 5 ل 30 في المية والمكونات الزائبة في الكحول زي الدهون والزيوت وغيرها وستة البروتينات وبيدخل فيه تركيبها الناتروجين والكابريت وسبعة المكونات المعدنية بتتراوح ما بين 1 الى 13 في المية تعالوا بنا بقى ناخد تحلل المادة العضوية وانطلاق سانيوكسيد الكربون ركزوا بقى معايا في الجزئية دي انا عندي 3 مراحل لتحلل اي مادة عضوية سواء كانت مادة عضوية حيوانية او مادة عضوية نباتية انا عندي مادة عضوية موجودة كائن حي فقد الحياة وتحول الى مادة عضوية ايه اللي بيحصل له؟ اول حاجة اختفاء للانسجة النباتية او الحيوانية بتأثير ايه؟ بتأثير الانزيمات المايكروبية اللي بيفرزها الكائن الحي الدقيق يبقى اول حاجة عملية اختفاء للانسجة سواء كان انسجة نباتية او انسجة حيوانية طيب المرحلة التانية اللي هي بتتمي في نفس التوقيت الاختفاء ده انتقل وراح فين؟ انتقل لتكوين او تخليق خلايا مايكروبية جديدة تخليق خلايا مايكروبية جديدة طيب المرحلة التالتة من عملية تحليل المادة العضوية اللي هي تكوين نواتج التمثيل الغذائي اللي بتفرزها المايكروبات يبقى مرحلة اختفاء مرحلة تخليق ثم مرحلة تكوين لنواتج التمثيل الغذائي هناخد بعد كده في نوعين من عملية تحليل المادة العضوية النوع الاول او بنقول عليه الف اللي هو بتحليل المادة العضوية الاصلية اللي في الطربة اللي هي الدبال والكربون الناتج بيكون فيه متناول المايكروبات اتنين تحليل المادة العضوية المضافة وبيعتبر ثاني كسيد الكربون المنطلق مقياس لقدرة تحليل هذه المواد ايه حيوية يعني ايه عملية معدنة ياولاد من اسمها كلمة معدنة يعني تحويل المادة العضوية من صورة عضوية الى صورة غير عضوية بفعل الكائنات الحياة الدقيقة اللي احنا بنقول عليها بين كسين عملية المعدنة بتتحلل المادة العضوية الاصلية اللي هو الدبال وبيكون فيه كربون فيه متناول الكائنات الحياة الدقيقة وبيعتبر الدبال هو مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة وجالك في سؤال في الامتحان مصطلح علمي هو مخزون التربة من المادة العضوية المتحللة او الميسرة لامتصاص النبات او الكائنات الحياة الدقيقة يبقى على طول وانت مغمض الهيومس او بنول عليه الدبال الدبال ده اللي اهمية كبيرة جدا فيه التربة الزراعية هناخدها اول حاجة يعتبر مخزون الارض من المادة العضوية المتحللة طبعا له دور في تحسين بناء التربة اللي هو القوام تلاتة تحسين التهوية في الاراضي السقيلة اربعة بيزيد من احتفاظ الارض الخفيفة بالماء يعني لو انا عندي ارض رملية واضفت لها مادة عضوية متحللة اللي هو الدبال ده بيساعد على زيادة احتفاظ الارض الرملية او الارض الصفراء بالماء بيزيد ايضا من قدرة الارض التنظيمية يعني قدرة تنظيمية يعني قدرة تبادلية بين الكاتيونات والانيونات او العناصر الكاتيونية او العناصر الانيونية الموجودة في التربة مما يسهل من دخولها الى داخل جهة النبات وامتصاص الاملاح المعدنية ستة بيوفر الكثير ايضا من العناصر للنبات الاحتواء على العناصر المتحللة سبعة بيعمل على تدفئة التربة وزيادة نسبة الانبات اثناء مرحلة زراعة البزور هناخد بعد كده جزئية مهمة جدا اللي هي تحلل بعض مركبات الكربون العضوية في التربة بوسطة الكائنات الحية الدقيقة اللي احنا بنسميها مجازا المايكروبوت اول حاجة تحلل النشا النشا هو ايه اولاد النشا سكر عديد طيب الكائنات الحية الدقيقة هل تستطيع ان تتغزى على النشا مباشرة لا يمكن ان تتغزى على النشا مباشرة ليه؟ لانه جزئ النشا او الاستراش بيكون حجمه اكبر من حجم الفتحات او المسام الموجودة في الغشاء البلازمي للكائن الحي الدقيق اللي هي لخلية الكائن الحي الدقيق وبالتالي بيفرز من داخل جسمه انزيمات محللة للنشا بتحوله لمركب بسيط اللي هو السكر الجلوكوز يستطيع ان يدخل الى الغشاء البلازمي او الغشاء السيتو بلازمي لخلية الكائن الحي الدقيق وبالتالي يحصل له عملية اجسادة او عملية احتراق في الميتوكنديريا بتاعت الكائنات الحي بتاعت الكائن الحي الدقيق وبالتالي يحصل عندي استفادة منه وانتاج الاتبي او انتاج وحدات الطاقة تعالوا بقى نشوف تحلل النشا بتقوم البكتريا والفطريات والاكتينومايستات بتحليل النشا مائيا في وجود انزيم مهم جدا اسمه انزيم الامايليز يبقى الانزيم اللي بحلل النشا اسمه يا ولاد انزيم الامايليز وبيكون الناتج النهائي لعملية التحليل هو سكر الجلوكوز اللي هو السكر الوحادي بيمر الى داخل خليط الميكروب كما في المعادلات الاتية ركزوا بقى وشوفوا اول حاجة الامايليز بيتحلل بوسط انزيم اسمه الفا اامايليز لسكر اسمه الديكسترين طب الديكسترين ده سكر بسيط لا مش سكر بسيط فلازم يتفرز انزيم تاني اسمه انزيم البيتا اامايليز ده بيتفرز من الكائنات الحية المحللة للنشا بتحول الديكسترين الى سكر اسمه سكر الملتوز سكر الملتوز سكر سنائي برضو الكائنات الحية الدقيقة لا تستطيع ان تتغذى عليه فبتفرز انزيم تالت اسمه انزيم الجاما اامايليز بيحول الملتوز لسكر البسيط اللي هو سكر الجلوكوز اللي بتستطيع الكائنات الحية الدقيقة أن تمتصه وبيدخل داخل خلاياها تعالوا بينا ناخد المراكب الثاني اللي هو تحلل السيلولوز السيلولوز بتتم عملية التحليل السيلولوز بوصف ثلاث انزيمات أيضا ولابد من ودود هذه الثلاث انزيمات معا حيث يتم أو يحلل الانزيم الأول المراكب الأساسي تحلل جزئي والانزيم الثاني بينتج سكر سنائي هو سكر السيليو بايوز والانزيم الثالث بيحلل السكر السنائي اللي هو السيليو بايوز إلى سكر الجلوكوز وفي المعادلات الآتية هتوضح لكم ازاي بتتم عملية التحليل السيليو السيلولوز بتحول بوصف انزيم اسمه السي وان طبعا ده ليه اسم كبير احنا اختصرناه لكم وسميناه السي وان علشان انتوا تقدروا تحفظوه بيحوله لسكر سكرات عديدة والسي اكس برضو ده اختصار بيحول السكرات العديدة لسيليو بايوز والسيليو بايوز بيتحول لسكر جلوكوز بواسط انزيم اسمه سيليو بايوز يبقى السيليو بايوز اللي هو السكر السنائي بيتحول لسكر وحادي بواسط انزيم اسمه السيليو بايوز الميكروبات الهوائية اللي بتحلل السلولوز هي جنس بكتيريا اسمه جنس السيتوفاجة وايضا فيه ميكروبات لاهوائية بتحلل السلولوز وبتنتج عن ذلك او عن عملية التحليل كحولات واحماض عضوية وغازات اخرى هناخد بعد كده اللي هي تحلل المواد البكتينية البكتين او المواد البكتينية اولاد عبارة عن سكريات معقدة التركيب تتكون من موحدات من حامض اسمه جيلاكتورونيك وعندي بيوجد تلات انواع من المواد البكتينية وتحفظهم لانه ممكن تيجي لك اجميل من في الامتحان من انواع البكتين نقط ونقط ونقط البروتو بكتين وحامض البكتك والتالت نوع اسمه البكتين العادي وجميع هذه المكونات سواء كان البروتو بكتين او حامض البكتك او البكتين بتكون زائبة في الماء وللفطريات والبكتيريا قدرة عالية على تحليل المواد البكتينية مائيا وبتستخدمها كمصدر للطاقة اللازمة لنموها وبتحلل البكتين او عملية تحليل البكتين بيبقى له اهمية كبيرة جدا في مجال تعطين الكتين لانه بيعمل على فصل الالياف عن الاستوانة الوعية او عن الساق بتاعة الكتين المكون اللي بعد كده اللي هو تحليل الكايتين زي ما انتم عارفين ان الكايتين ده سكر عديد ايضا وبيبقى موجود في جلود الانسلاخ بتاعة الكائنات الحية وخصوصا مفصليات الارجل لانه بكون الهيكل الخارجي لها وبيتواجد منه في التربة من بقاء الحشرات وبينتج اثناء نمو الفطريات تحتوي الاراضة على عدد كبيرة من المايكروبات المحللة للكايتين وبتستخدم الكايتين كمصدر للكربون والنيتروجين حيث يتحول الجزء غير السالب الزائب الى نواتج زائبة في الماء بتمر داخل الخلية وبتمد الكان الحي الدقيق بالكربون والطاقة تعالوا بنا بقى عزيزي الطلبة والطالبات نتطرق لتطبيق مهم جدا على عملية تحليل المواد العضوية وكيفية الاستفادة في المجال العملي من هذه العملية في انتاج بديل للطاقة او مصدر للطاقة المتجددة احنا عندنا مخلفات عضوية كثيرة جدا بتوجد سواء كانت مخلفات عضوية نباتية او مخلفات عضوية حيوانية او مخلفات عضوية منزلية او الحشائش او مخلفات المصانع او المخلفات النتجة عن المجازر او مصانع الالبان كل دي مخلفات عضوية احنا لو عملنا لها عملية تخمير في معزل عن الهواء بينتج عن ذلك غاز قابل للاشتعال بنقول عليه غاز الحيوي او البيو جاز يمكن الاسم غريب عليكم شوية ممكن تقولوا عليه البوتاجاز لا مش هو البوتاجاز وانا حقول لكم بعد شوية الفرق بين الغاز الحيوي والغاز الطبيعي اللي هو بيستخدم ايضا في المركبات وفي مصدر للوقود والبوتاجاز اللي هو بيستخدم في استوانات الغاز اللي بتستخدم في المنازل او في المصانع او في المطاعم تعالوا نعرف الاول يعني ايه تخمر ميثاني عند تحلل المواضي العضوية هوائيا بيكون الغاز المتصاعد هو ثاني اكسيد الكربون ده طبيعي وبتنطلق ايضا كميات كبيرة من غاز اسمه غاز الميثان وده غاز قابل الاشتعال من تحلل المواضي العضوية في وجود نسبة بسيطة من الاكسجين وبتتكون كميات كبيرة من الميثان خلال عملية التحلل لا هوائي ركزوا بقى لازم يكون تحلل ايه لا هوائي للمواضي الكربونية او المواضي العضوية في الاراضي المشبعة بالماء وده نموذج لوحدة بيوجاز ده حوض الدخول وده المخمر خزان تجميع الغاز وحوض الخروج وحناخده تاني بالتفصيل انتاج الغاز الحيوي اللي هو البيوجاز ركزوا بقى معايا شوية اديكم بس فكرة عنه الغاز الحاوي ده ناتج عن تخمير المخلفات العضوية عند خلطها بالماء بما عزل عن الهواء يعني في حالة توفير ظروف لا هوائية للكائنات المحللة كان الحي المحلل ليه المخلفات ده اسمه بكتيريا الميثان وده بتديني نسبة من غاز الميثان تقدر بحوالي من خمسين لسبعين في المية وده غاز قابل الاشتعال زي ما نطولكم من شوية وايضا من عشرين لخمسة وعشرين في المية من المخلوط الغازي بتكون عبارة عن سي اوتو او ساني اكسيد الكربون وخمسة في المية غازات خاملة اخرى والفرق بين الغاز الحيوي والغاز الطبيعي والغاز اللي هو البوتاجاز البوتاجاز ده بيكون احد نواتج تكرير البترول وبيعبق في استوانات تحت ضغط يعني هو غاز مسال تحت ضغط بيتكون من غاز البروبان والبيوتان بينما عندك بقى الغاز الطبيعي ده ده بيبقى له حقول خاصة موجودة في طبقات الارض السفلية وبيكون بيتكون من تحلل المخلفات الادمية او المخلفات الكائنات الحية سواء كانت نباتية او حيوانية وبفعل الحرارة العالية والضغط العالي بيتكون غاز الايسان والميسان وده بيكون المخلوط بتاع الغاز الطبيعي وده غازات طبعا بتستخدم كواقود وانتوا عارفين ان مصر ربنا حباها بحقول واسعة زي حقل ابو ماضي وزي الحقول اللي موجودة في البحر زي حقل زفر اللي هو اكتشف حديثا والغازات دي طبعا او الحقول دي بتنتج كميات قد تؤدي الى الاكتفاء الزاتي من الطاقة وايضا يفيد منها جزء في التصدير مما يعود او يدر علينا عملة صعبة وزيادة في الاكتفاء الزاتي من مصادر الطاقة المختلفة احنا بقى هنا عايزين ننتج كمان غاز بدل المخلفات العضوية ما بيتم حرقها هوائيا بدون استفادة وبتؤدي الى تلوس البيئة احنا ممكن نستفيد منها وكل واحد فينا سواء كان مزارع سواء كان ربة منزل او حد عايز يوفر فيه الطاقة ممكن يعمل وحدة البيوجاز دي وحاولكم بتتعامل ازاي بعد شوية بالصوت والصورة والفيديو وتوفر عندك في البيت مصدر رخيص للطاقة بديل للطاقة الغير متجددة اللي هي الطاقة البترولية وايضا بيكون صديق للبيئة اللي احنا بنقوله عليه ايكو فريندلي البيوجاز تعالوا نشوف بقى تعريفه هو المخلوط الغازي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية عند خلطها بالماء بمعزل عن الهواء يعني لازم اوفر ظروف لهوائي بفعل التحلل ده بيكون بفعل بيكون بفعل انواع متخصصة من البكتيريا بتنتج غاز الميسان بنسبة 50 ل 70% زي ما انا قالوكم من شوية اول مخمر تم انشاؤه في جمهورية مصر العربية كان سنة 1939 شوفوا من امتى وده كان في منطات الجبل الاصفر وكان بيعتمد في تشغيله على المخلفات الادمية اللي هي مخلفات الصرف الصحي المخلفات بقى اللي بيتم تخميرها لانتاج غاز البيو جاز نركز فيها هما ست انواع تحفظوهم وتركزو فيهم كواس جدا لانه ممكن يجيلك سؤال اذكر باختصار اهم المخلفات العضوية التي يمكن تخميرها لانتاج الغاز الحيوي او غاز البيو جاز اول حاجة مخلفات حيوانية وده بتبقى زي روس الماشية وزرق الطيور اتنين الحشائش زي ورد النيل ثلاثة مخلفات نباتية زي الأحطاب وقش الأرز أربعة مخلفات آدمية زي مخلفات الصرف الصحي خمسة مخلفات منزلية زي القمامة ومخلفات المطابخ ستة مخلفات صناعية زي مخلفات المجازر ومخلفات صناعة الألبان ومصانع الأغذية تعالوا بنا ناخد بقى جزئية مهمة جدا ايه هي العوامل اللي بتتحكم في حجم ووحدة نوع البيو جاز الوحدة اللي أنا هعملها دي هعملها على النظام الهندي ولا النظام الصيني ولا هعملها وحدة كبيرة في الحجم ولا متوسطة ولا صغيرة الحجم في عندي عوامل كبيرة جدا اول حاجة كمية ونوع المخلفات العضوية الكمية دي متوفرة عندي بكمية كبيرة يبقى هعمل وحدة كبيرة النوع المخلفات مخلفات أدمية زي ما أنا لكو من شوية ولا حيوانية ولا ولا اتنين مدى توفر المخلفات على مدار العام ما عملش مصنع أو ما عملش وحدة وبعد شوية ألاقي ما عنديش مادة خام أستخدمها ثلاثة الهدف من معالجة المخلفات هل الهدف اللي عندي هو انتاج الطاقة أو انتاج السماد العضوي أو كلاهما يعني يبقى هدف مزدوج أربعة حجم الطلب على الغاز الناتج الغاز الحيوي يا أولاد من ضمن عيوبه إنه غاز غير قابل للإسالة والضغط يعني الكمية الغاز أو كمية الوقود الناتجة عن استوانة من استوانات البوتاجاز بيعدلها حجم كبير جدا من غاز البيوجاز في المساحة لأنه غاز البيوجاز من أحد عيوبه إنه غير قابل للإسالة والضغط فمكان انتاجه هو مكان استخدامه خمسة طبيعة الطربة ومستوى الماء الأرضي ستة درجة حرارة الجو بالمنطقة طب ليه أنا قلت درجة حرارة الجو لأنه العامل الأساسي أو الجندي في المصنع هو البكتيريا الميسان فلازم أوفر والبكتيريا كان حي دقيق فلازم أوفر لهذا الكائن الحي الدقيق كل الظروف البيئية التي تؤدي إلى نشاطه وإنتاجه لكمية الغاز بالكمية المطلوبة هوافر له درجة حرارة هوافر له ظروف هوائية أو لاهوائية هوافر له رطوبة هوافر له مواد غزائية اللي هي المادة العضوية اللي هيشتغل عليها والبي ايش طبعا كل العامل دي بتؤدي إلى زيادة كفاءة الكائن الحي الدقيق في إنتاج الغاز البيوجاز سبعة مدى تقبل المزارعين لتكنولوجيا البيوجاز أنت عندك المزارع لو أنت المرشد الزراعي أو أيا كان أو الإعلام وستع في مجال التوعية بمصادر البديلة للطاقة ويقال المزارع بدل ما تحرق المخلفات أو تتخلص منها بدون فايدة لا المخلفات بتاعتك دي صار وقومية أنت ممكن تاخدها ويجيب وحدة البيوجاز أو تنشئها عندك في المكان اللي أنت متواجد فيه ويبقى عملية تخلطها بالماء وبتستنى حوالي من 15 ل 20 يوم كبداية بعد كده بتلاقي البكتيريا بتنتج عن نواتك تحليل المخلفات غاز بيستخدم كبديل الطاقة في الطهي مثلا أو في التدفئة أو في الإنارة أحيانا لأنه ممكن أوصل الخزان بتاع الغاز بجينيرويتور أو بمولد للكهرباء حناخد بقى حتة مهمة جدا أو جزئية مهمة جدا اللي هي مكونات وحدة البيوجاز أنا عندي كم مكون من مكونات وحدة البيوجاز أربع يا أولاد ركزوا معي فيهم أول حاجة المخمر والمخمر ده هو اللي بتتم فيه عملية تحليل للمواد العضوية بوسطة البكتيريا الميسان ولازم يكون بمعزل عن الهواء ولازم يكون فيه مية ويكون فيه عملية تقليب بصورة مستمرة يبقى المخمر هو الجزء الأساسي بالوحدة وبتوضع فيه المخلفات وتتم فيه عملية التخمير مايكروبيا اتنين الخزان الخزان بيتم فيه تجميع الغاز وبيوجد الغاز منه أو بيوجه الغاز منه إلى أماكن الاستخدام أو أماكن الاستعمال تلاتة حوض الدخول حوض الدخول ده فين؟ ده بيكون موجود بجانب المخمر وبيتصل مباشرة بالمخمر وبيتم فيه تجميع وخلط مواد التخزين اللي هي المواد الخام اللي هي المواد العضوية أربعة بقى اللي هو حوض الخروج أو غرفة خروج المواد المهضومة والحوض ده بيطلع منه أو بيستخرج منه استماد البلد اللي هناخد بقى داب لكم فيديو تعليمي هنا اللي هو إيه هي مكونات وحدة البيوجهاز زي ما انتوا شايفين معنا إزاي ننشأ الوحدة بيتم عمل حفرة في الأرض الحفرة دي بيكون لها أبعاد مختلفة على حسب حجم ونوع وحدة البيوجهاز قد تكون بعمق 2 متر تقريبا وعرض 2 متر ونص والوحدة دي بيتم حفرها في الأرض وهنا جاب لكم الأبعادة هو وبيحتوي مصنع الغاز الحاوي اللي هو مصنع البيوجهاز على 3 غرف غرفة الهضم والغرفة الهيدروليكية وحفرة الأسمدة السائلة أو الصلبة أيضا وبعد كده حنوريكم في الفيديو اللي معانا إزاي بيتم إنشاء الوحدة زي ما نقول لكم أهو الوحدة بيتم عمل حفرة في الأرض بعمق معين وبقطر معين وبيتم في بداية بعد عملية الحفر بيتم وضع طبقة من رمال في أرضية هذه الحفرة ثم يتم بعد ذلك صب المادة الخرصانية اهو زي ما انتم شايفين ادي السطح السفلي للوحدة وادي الطبقة الرملية والطبقة الأسمنتية وبعد كده طبقة من الحجارة زي ما انتم شايفين ادي العامل اللي بيقوم بعملية إنشاء وحدة البيوجاز هو مع الأقطار ومع الأبعاد بيتم عمل الوحدة زي التصميم اللي عنده بالزبط وزي ما احنا مقايلين من شوية وحدة الهضب ووحدة الهيدروليكية كل وحدة بيبقى لها أبعاد معينة والوحدة الأخيرة اللي هي وحدة خروج أو حوض الخروج للمخلفات السائلة أو المخلفات المهضومة وكل واحدة من الوحدات دي بيبقى لها أبعاد معينة وأقطار معينة وانت بعد ما بتنشئ الوحدة بيتم توصيل أو إمداد الوحدة في حوض الدخول بالمخلفات العضوية وبتم خلطها بالماء وبعد ما بخلطها بالماء بتوصل إلى المخمر أو غرفة الهضم وبعمل بوافر بقى الظروف البيئية أو زي ما انتم شايفين هاو غرفة الهضم بيصل لها المواد العضوية وبعد فترة من الزمن بتبدأ البكتيريا تحلل المواد العضوية شايفين الغاز بيتصاعد ازاي؟ بيتصاعد وبيصل إلى خزان لتجميع الغاز والمواد المهضومة أو المواد المتحللة السائلة بتصل إلى الغرفة الهيدروليكية اللي هي غرفة السحب يعني ومنها بتصل إلى حوض الخروج وبتم بقى تخزين هذا السماد السائل أو السماد الصلب في خزانات لحين استخدامه والغاز المتصاعد بيتم توصيل خزان الغاز بيتم سحبها من حوض الخروج بواسطة مواطير سحب وهنا خزان تجميع الغاز بيتم توصيل الغاز بالبوتاجاز أو بالموقد ويتم عليه الطهية بصورة سالسة جدا أو يتم توصيله بمولد كهربي اللي هو بيعمل بالبيو جاز لإنتاج الطاقة الكهربائية يبقى أنا عندي مخلفات عضوية عملت لها عملية تحليل أو تدوير أنتجت منها غاز هذا الغاز قد يستخدم لإنتاج الوقود أو قد يستخدم في الإنارة أو الطهي أو التدفيع أو أي أن كان مصدر متجد للطاقة صديق للبيئة غير مكلف رخيص التمن وليه فائدة مزدوجة أو يعني بيخلصك بين المخلفات العضوية وأيضا مصدر بديل للطاقة بيوفر فيه التكلفة تعالوا بقى ناخد المخمر بيختلف المخمر أو حجمه وهو وحدة إنتاج البيو جاز باختلاف كمية المخلفات المطلوب تخمرها زي ما نقولت لكم من شوية فيه منه نوعين فيه النظام الهندي وفيه النظام الصيني فيه الفرق بين الاتنين يا أولاد على حسب ده معمول تحت سطح التربة ولا ده معمول فوق سطح التربة في النظام الهندي بيبنى المخمر تحت سطح التربة في صورة حجرة أسمنتية زي ما احنا خدنا في الفيديو استوانية بارتفاع 4.5 متر وقطر 2 متر وبه حاجة يصول بيقسم الحجرة إلى قسمين لزيادة كافية التخمير وبكل قسم بتثبت مصورة من البلاستيك لدخول المخلفات وأخرى أيضا لخروج البقايا اللي هي السائلة اللي هو السماد وبجوار أو أعلى المخمر بيقام مخزن أو خزان لتجميع الغاز واستخدامه هناخد بقى إزاي أشغل وحدة البيوغاز عند بدء عملية التشغيل بيملأ المخمر بالماء والمخلفات زي ما احنا خدنا من شوية ثم يتم التوصيل بغاز أو بخزان الغاز وبيمتلق هذا الخزان في فترة من زمن طولتكم في بداية الحلقة من 15 ل 20 يوم ويراعى التخلص من الكمية الأولى من الغاز ليأولاد لأنها بتكون مختلطة بالهواء يعني نسبة الميسان فيها بتكون منخفضة الغاز البيوغاز بيتكون بيولوجيا على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة تكوين للأحماض العضوية حيث تنشط البكتيريا العصوية والكروية المترممة وبتحلل المواد المعقدة لمواد بسيطة وبتنتج في النهاية أحماض عضوية عشان كده سميناها مرحلة تكوين الأحماض العضوية زي حامض الفورميك وحامض الخليك اللي هو الأسيتيك أسد والكحولات وزي كحول والميسانون المرحلة الثانية اللي هي مرحلة تكوين حامض الخليك والهيدروجين حيث تقوم البكتيريا بتحليل الأحماض العضوية المتكونة في المرحلة الأولى وتحويلها لحمض خليك وغاز الهيدروجين والمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي مرحلة المهمة اللي هي مرحلة تكوين غاز الميسان بوسطة بكتيريا الميسان وده شكل توضيحي أيضا بوريك هنا برضو حوض الدخول واد المخمر واد خزان تجميع الغاز وبيستخدمه بقى في المنازل زي ما انتو شايفين ليه استخدمات عديدة جدا اللي هو الغاز اللي هي الحاوي أو ممكن يستخدم في إنتاج الطاقة ومن هنا برضو من حوض الخروج بيتم تسميد المزرعات بالسماد العضوي المتحل وبعد كده هنتطرق لي جزئية مهمة جدا جدا اللي هي العوامل المؤثرة على إنتاج البيوغاز لما أقول لك العوامل المؤثرة على إنتاج البيوغاز غير العوامل اللي بتتحكم في حجم ووحدة البيوغاز حجم ووحدة البيوغاز يبقى قصده حجم الوحدة إنما العوامل اللي بتؤثر على إنتاج الغاز الحاوي هي دي عوامل بتبقى عوامل معظمها عوامل بيئية أو عوامل خاصة بنوعية وطبيعة المخلفات يعني حجم الوحدة سابت إنما هنا كمية الغاز هي اللي تتغير أول حاجة عندنا درجة الحرارة زي ما أنا قلت لكم من شوية العامل الأساسي أو الركيزة الأساسية في إنتاج البيوغاز هي الكائنات الحياة الدقيقة اللي هي بكتيريا الميسان يبقى لازم أوفت درجة حرارة مثالية لنشاط أو موسلة لنشاط بكتيريا الميسان اللي هي بتكون حوالي كامية شطار بتكون حوالي 30 درجة مئوية اتنين تراكم كابريتور الهايدروجين ده غاز سام للبكتيريا لازم أتخلص منه كل شوية بعملية التجديد المستمر للمخلفات وسحب نواتج عملية التخمير اتنين الحموضة أفضل بي اتش لعملية التخمير اللي هي البي اتش 7 اللي هي الوسط المتعدل أربعة تراكم الهايدروجين لو زاد الهايدروجين عن نسبة معينة بيكون ده ضرب الكائن الحي الدقيق غياب الاكسوجين لازم يعفر ظروف لاهوائية لنشاط بكتيريا الميسان التسمم بالأمونيا والأمونيا ده بتصبت البكتيريا لأنه الأمونيا غاز سام للكائن الحي الدقيق فلازم أسحبه باستمرار وعمل عملية تخفيف مستمر للمكونات العضوية والتحميل يعني كمية المادة العضوية الموجودة في المخمر كل ما كانت كمية المادة العضوية كبيرة كل ما كان المنتج أكبر اللي هو الغاز الحيوي اللي هو غاز الميسان التخفيف كل ما بزود تخفيف للمواد العضوية بالماء كل ما يديني كمية غاز أكبر طبيعة المخلفات وجد أن أفضل مخلفات بتنتج غاز حيوي بكمية أكبر اللي هي مخلفات الإنسان وطيور لارتفاع نسبة الناتروجين بها تعالوا بقى ناخد الكائنات الممرضة بالمخلفات عملية تخمير المخلفات عند درجة 35 درجة لمدة 70 أو أكثر بتقتل هوائيا طبعا بتقتل حوالي 90% من الكائنات الممرضة ما عدا بويضات ديدان الإسكارس بتبقى حية بعد عملية التخمير لذلك احنا بننصح بتخمير هذه المخلفات هوائيا لمدة أسبوع قبل وضعها في المخمر وذلك للتخلص من الكائنات الممرضة في المخلفات اللي بتستخدم في إنتاج الغاز الحيوي تعالوا بقى ناخد حاجة مهمة جدا اللي هو السماد البيو جاز تعريفه وخلي بالك لما يقولك المخلوط الغازي يبقى قصده غازي في المصالحة العلمي يبقى قصده غاز البيو جاز لما يقولك المخلوط المتبقي يبقى مقصود بسماد البيو جاز سواء كان سماد سائل أو سماد صلب السماد البيو جاز هو المخلوط المتبقي من تخمير المخلفات العضوية بيتماز بأنه رائحة مقبولة ولا تنجذب إليه الحشرات وبيخلق من الماكروبات المرضية بيتكون من طبقتين الطبقة الأولى بتحتوي على عدد كبير من المركبات والأملاح الزائبة والطبقة الثانية بتبقى طبقة صلبة تتكون من مركبات عضوية وأملاح غير عضوية غير زائبة ومترسبة والعناصر الغذائية بتوجد بكسرة في الطبقة الصلبة عنها في السائلة هناخد آخر حاجة في حلقة النهاردة اللي هو الأهمية الاقتصادية للبيو جاز أول حاجة إنتاج البروتين الماكروبي وتنميذ بعض الماكروبات اتنين التدفع والإنار كيف هواء التخمير والمخلفات للحصول على البيو جاز استعمال بقايا التخمر مثل المخلفات الصلبة بتستخدم كسماد عضوي غنب العناصر والسواء للناتجة بتستخدم في رأي المزرعات وتسمدها وتنمية التحالب الخضراء التخلص من المخلفات الأدمية والحيوانية في ريف وآخر حاجة اللي هو توفير غاز قابل للاشتعال في الرياف بدل من المخلفات النباتية لتستخدم كسماد عضوي بكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون أخذنا في حلقة اليوم مايكروبيولوجيا التربة وعرفنا تركيب التربة الزراعية قلنا الجزء المعدني والجزء العضوي والماء الأرضي والهواء الأرضي والكائنات الحية الدقيقة وبعد كده أخذنا تحليل أو دور الكائنات الحية الدقيقة في دورة الكربون وعرفنا أهمية الكربون بالنسبة للكائنات الحية الدقيقة وعرفنا أهم المركبات اللي بتستخدم أو مراحل عملية التحليل المرحلة الأولى والتانية والتالتة واعرفنا بعد كده اهم المراكبات اللي بتحليلها الكائنات الحيى الدقيقة واهمية الدبال واعرفنا بعد كده تطبيق على عملية تحليل للمركبات العضوية اللي هو انتاج الغاز الحيوي مراحل انتاج مكونات وحدة البيوغاز واهمية الغاز الحيوي اللي هو غاز البيوغاد بكده اعزائي الطالبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور روال شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته